دعاء الاستفتاح إنما يشرع حال القيام إذا جيت الإمام يقرأ الفاتحة ما يجوز تقرأ دعاء الاستفتاح حرام يجب عليك الإنصات لقراءة الإمام وهكذا لو كان يقرأ السورة التي بعدها أو جئت إليه وهو راكع هذه السنة فات محلها فلا تشرع لك ما تقرأها إلا قبل قراءة الإمام وإذا جئت إلى الإمام وهو راكع فحينئذ لا محل لقراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ما تقرأ إلا وأنت واقف ما تقرأ إلا حال القيام لا يجوز قراءة القرآن في حال الرقوع إذا جئت إلى الإمام وهو راكع تكبير تكبيرة الإحرام وأنت واقف إن كان هناك متسع كبرت مرة أخرى تكبيرة الرقوع وإن لم يكن متسع جازلك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع وتدخل تكبيرة الرقوع في التكبيرة الأولى جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع كبر فركع خلف الصف ثم دخل في الصف فعد بذلك مدركا للركعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تركع مرة أخرى قبل الصف ترجمة نانسي قنقر